موسيقى رح نتعرف على إبداعات كتير حلوة بالتصميم قديش احنا بالفعل بأفكار دائما نحكي بسيطة لكن ممكن تغير لنا النفسية والمزاج من حولنا رح نتعرف مع بعض على مي عناتي ونشوف إبداعاتها بالتصميم بالديكور وأيضا بتنظيم المناسبات صباح الخير صباح نوع أهلا سهلا فيك كل عام انتو بخير وانتي بألف خير هلأ احنا رح نستعرض مع بعض المكان اللي احنا موجودين فيه هلأ عم نشوف على الشاشة أفكار كتير حلوة وجديدة يعني احنا عم نشوف كتير ديكورات هلأ وخصوصا في مناسبة الأعياد بس مش دائما يمكن الأشياء بتلفط نظرنا لأنه صار فيها تكرار صحيح فخبريني أول إشي قبل ما نحكي عن اللي احنا موجودين فيه أهلأ حبك لهالمجال ودخولك إله طبعا أكيد أي حدا بدو يدخل هيك مجال دانا لازم يكون عنده حب هاي الأشياء وهواية طبعا أنا من كتر السفري بسافري كتير فصرت أشوف في كل مكان يعني وبعدين بتصير الأفكار لحالها تيجي لما أنت تسافري يعني بشكل عام السفر إيتي بتحسي الملهم بتلقطي من هون صح بيصير عندك خبرة في المجال يعني مضبوط صح بعدين صار هيك زي ما قلت أنت تكرار فعلا في البوفيهات فهلأ إحنا الجديد اللي عم نعملوا أنه إحنا منجيب قاعدين حتى الطاولات مختلفة نوعا ما منجيب طاولاتنا بغير ديزايناتنا غير اكسسوارات كل هذول الديكوريشن إحنا منجيبوا إشي عن جد جديد بالفعل هلأ أنا بدي أتوقف عند اللي أنت ذكرتي بأنه استخدامك حتى للطاولة صراحة مختلف يعني أنا كنت هيك قاعدة على الستوديو الرئيسي من بيقيد وضربت عيني على استخدام الطاولة اللي إحنا هلأ رح نستعرضها هي خضرة ومن فوق خشب خشب مثلا هاي الطاولة تصنع محليا أو أنت بتستخدميها أو بتجيبيها من مكان معين معظم الطاولات هاي اللي منجيبها لأنه نوعا ما مميزة وحتى طريقة إدهانها وترتيبها يعني اللون لحاله منافس فهي كلها تقريبا يعني منجيبها مستوردة هي بالأحرى مستوردة نعم في لسه ديزاينات وأشكال تانية منستعملهم بس هذا الثيم جاي معاها يعني فلابت فجبنا هذا اللون اليوم برافو طيب رح نحكي عن تفاصيل برضو أنت حطيتها على الطاولة تحطينا مثلا كيف تجمع الأفكار يعني كل شيء منحطه مع بعض بتلاحلو ولا لا فيه أشياء ممكن تتناسق وأشياء تضارب لا طبعا فيه أشياء بتتناسق فيه أشياء لا مثلا بديك تحسب حساب كل شيء مع الثيم ايش الثيم بيجي معاه مثلا اليوم علشان الكريسماس يعني فحاولنا الثيم يكون متشابك يعني مع بعض البعض وبشبه بعض فجبنا السولجرز لأنه هم دلالة على أنه الثيمات تبعون الكريسماس قاعدين بيحكولي أنه أنا طولهم هذا مع كعد هذا مثلا أنا ما شفته كتير صراحة هاي برضو من السفر نعم صحيح كتير حلو حبيتها بس أنه يعني معظم البوفيهات أولي منعملهم الطاولات نحتاج أنه نجيب إليهم ديكوريشن جديد مميز مع طاولاتهم حتى يعني أنه كل شيء بالبق مع الثاني طيب أنا كمان بدي أورجيهم هون هذول إحنا نعملهم بإيدينا دانا نشتري هذول الأشياء هاي عادي لمبة صح؟ اكزاكتلي منشتريها بلاستيك منجيب الشوكوليت منعبيها بعدين منلفها إحنا حسب شو الكسطور مر بدو إحنا منعمله أكوردنك تهز يعني إفنت آه يعني هأنتي بتستخدميها بأكتر من مناسبة لا 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 على حسب المناسبة أشياء نعملها اللي هي لمبة نفسها اكزاك اهي مشتبعة الضو اه عمليتها زي اللمبة بتشبه اللمبة هاي هاي الفكرة لحالها كتير بالنسبة إلي منفتنا النظر كتير حر تمام اوكي شكا معا خلينا نتحدث معناته قبل ما تشوف مجموعة من الصور كيف بتبدأ يعني أنت عندك مناسبة بيحكولك أنه إحنا بدنا أفكار لها المناسبة نعم أنا بيختاري الثيم ولا بتشوفي مثلا عدة إطابة جميعيهم على بعض بطل عندك كثير مثلا بيجي للزموب بقول مثلا أنا عندي مثلا بيبي شاور لبوي أو غير مثلا ولد أو بينات بناء عليه مثلا بصير أنا أعطي أفكاري بفرجي شو موجود عندي وبعدين نبلش نجمع كل شي مع بعض نختار الأكسسوريات الموجودة نحط على الطاولة نختار الطاولة نختار مثلا ايش نحط ديكور بر القاعة جو القاعة فيه أشياء يعني تانية موجودة لسه يعني أحلى ثماتها أحلى لسه كمان بس اليوم بكريسماس يعني براو عليكي بس حتى بالكريسماس أنا بقدر أقول أنك تميزتي لأنه الجنود زي ما حكيت قبل لم يشتخدموا يعني فكرة تعتبر جديدة وحلوة بس بدي أحكي كمان بس بدي أحكي كمان أنه إحنا حتى الطاولة ما بتوقف هيك هي مجموعة طاولات وراهم بوستر بنعمل بوستر يعني على الثيم مثلا عندي بوستر للكريسماس بحطه بستاند معين خشب بنعمله من فصله من منجرتنا على سيز معين حسب عدد المدعوين فمنحط الطاولات ونعمل البوستر إحنا كمان إحنا مثلا اللي موجودين فيه اليوم بقدر أشي نحطه بمدخل بيت أو شركة؟ مثلا إذا هم عاملين كتر مثلا عاملين مناسبة معينة بنحطه يعني كعرض حلو كتير وبرضو ممكن أن ننضيف عليه إذا عندهم إشي يتقدم حلويات ما حلويات فيه عندنا صحون خصوصي نقدم فيهم حتى صحونا صوانين عن جد غير يعني لما نحطهم بطلع منظرهم بحلي الأكل طب مثلا أنت تحكي لي غير مش من الأردن؟ نو 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 بيكون كل إنتجابيته عشان يعني يلفت النظر أكثر نعم نعم حلو كتير عم نستعرض إحنا كمان تفاصيل من المجموعة المعنى قبل ما نستعرض الصور كمان حدثيني أكتر إيش المناسبة أنت اللي تحب تتفنني فيها أكتر إيش كمصممة بصراحة أكتر مناسبة اللي هم البابي شوار كتير يعني وأعياد الميلاد تحبي أعياد الميلاد كتير وبرضو حتى بأعياد الميلاد صار صعب لأنه كل خلينا نحكي الشخصيات الكرتونية أو الثيم مطلوبة صارت مطلوبة ومطلوبة بكثرة فأنت برضو بدك تبعدي شوي عن المطروق طيب خلينا إذن إذا سمحتوا مع مي نشوف الصور اللي صارت جاهزة يأ أوكي إذن معنا أول صورة لنتحدث عنها نشوف مي كيف تصمن هذا ديكور لبيبي شوار بوي مثلا من ضبط الطاولة ونحط هذول الديكورات عليهم نعملها بتصميم معين وإزاي ما قلت لك منحط بوسترات هذا الإنجليش ثيم إنجليش ثيم بشو بتميز عادتها؟ دائما اللي هو إشي بيوحي بلندن دائما لندن ستايل من أولا هنا ديزاين المكتب هذي شو لأعداء إحنا عم نحكيه؟ هاي أعدات ديكورات مثلا بيجي للزبون هاي عبارة عن مخدات نسميهم حائط بنقيها لزبون بنحطها على الحيطان للديكور تمام أوكي هون إشهد؟ برضو بشبههم اللي هم خدات على الحيط ديكورات للحيطان هذي كلها طب مخدات على الحيط لأي مدرسة أكتر العصرية أو كلاسيكية؟ لأي جديدة مودرن مودرن نعم تمام وهذا نفس الشي بس هذا أخف وزن بيكون على الحيطان برضو هاي مخدات؟ هذولا منستعمل إحنا عنا مجموعة كبيرة من الورود وديزايناتها برضو منستعملهم مع الحفلات والمناسبات منشيلهم باعتمد ألوانها على حسب الطاولات يعني حالو هذا برضو لندن تيم أو إيجليش تيم؟ لندن استايل آك هاذا شو بتستخدمي مثلا؟ كله هذا للأعدات بالزبط ديكورات على الطاولات ديكورات القاعات مثلا والله خليتنا نفكر بطريقة غير عادية حتى لما نزيد غرفة الأعداء حالو هون شو؟ هذولا برضو ديكورات في المكتب يعني بقدر لزبون يجي نائما هون هذا ثيم أنا كتير بحبه كتير يعني مطلوب للبنات في أعياد الميلاد هاي شو؟ يس وحجامهم كبير وحلو كتير لما تنحط يعني والله لازم نرجع الشخصيات الكارتونية الأزيمة نزاد اه اوكي رجعنا نرشوفنا نفس الصورة قبل شوي حالو هاي شو؟ هاي برضو ثيمات مختلفة بديكورات مختلفة نحول مثلا حتى هذول أحرف هاي العياد ميلاد برضو العياد ميلاد هذول الأحرف بتنحط وبتنضوى هذا من أحد الحفلات اللي عملناها هاقوس وركبنا عليه الورد كان حفلة تخرج برضو حالو ومالشرط برضو يكون مكلف احنا دائما منحكي دائما بس نجيب هيك إشي ملفت للنظر ممكن يعمل هو كل في شغل بالزبط صحيح هذول طريقة جديدة للتقديم مثلا الأشياء نستعملهم برضو هاي اللي هو للبنات في عمر 16-17 سنة بنقوا مثلا هذا الديزاين ونحط له مياه على الطاولات تمام طب قدي مثلا ترتيب الأفكار وتجميع كمان الأغراض يعني بياخد منك لا لا طبعا بده عشر أيام على أساس بل كي غيرنا الأفكار بل كي زاد أزدنا شيء أللنا شيء صنعنا شيء جديد طيب بالختام تحادثينا ما يعني الألوان بحس اللون برضو إلو عامل مهم بمنضوع التصميم والديكور بشكل عام شين اللون أو الألوان أنت بتعتمديها أو الألوان بتحاولي قدر الإمكان تتجنبين طبعا الألوان الفواتح لناس بتميل إلها وبتابعت كثير عن الغامق وبعدين صارت الفواتح هلا فعلا هي بتعطي إضاءة وإنارة يعني فواتح أحلى من الغامق أكيد تمام الحابب يتواصل معك على السوشال ميديا عندك بالكورس عمنا صفحة على إنستجرام وعن فيسبوك موجودين تمام شكرا إليك ما يعنات يعطيك ألف عافية وفاة شكرا للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شي جديد